وينضم إلينا من أسطنبول محلل السياسية السيد كمال البياتري سيد كمال أهلا بك زيارة الرئيس التركي للمملكة في ظل تطور بعض الملفات الإقليمية وأيضا أتت هذه الزيارة بعد تغير وتحول نظرة البيت الأبيض بعد ترأس ترامب للولايات المتحدة الأمريكية لبعض القضايا في المنطقة والإقليم تحديدا قراءتكم لهذه الزيارة عفوا ولهذه القضايا وخصوصا للتحديات التي تواجه المنطقة والإقليم بشأن الإرهاب وتنظيم داعش والتدخلات الإيرانية والأزمة السورية نعم هذه الزيارة جاءت في وقت حرج جدا بالنسبة للمنطقة منطقتنا هناك كما ذكرتم تحديات عديدة ومختلفة بنظري أهم هذه أو أكبر هذه التحديات والمخاطر التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة إيران أصبحت الآن مستقرة في العراق وتدير شؤون العراق كذلك تدخل واسع جدا من إيران في سوريا مع الميليشيات الشيعية التي تستخدمها لهذا السبب وكما ذكرتم أيضا هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الإدارة الجديدة ستتوضح الخطوط العريضة لسياساتها الخارجية لهذه الأسباب كلها استوجب الأمر أن يتحقق تعاون مشترك وثيق أكثر من السابق بكثير بين بلدان المنطقة عندما أقول بلدان المنطقة لا أقصد إيران ولا أقصد الدول التي مثلتها أكبر ثلاثة دولتين في المنطقة دولتين سنيتين هما تركيا والمملكة العربية السعودية إضافة إلى قطر يستوجب رص الصفوف هذا ما تستهدفه الجولة الخالجية للرئيس التركي رص الصفوف وإقامة سد منيء بوجه التدخلات والتمدد الإيراني جيد سيد الكريم يعني انعكاس هذه الزيارة واللقاء المشترك والتعاون المشترك للشأن السياسي وأيضا للقوة الاقتصادية في المنطقة نعم طبعا القوة الاقتصادية لأي بلد تتوسع وترتفع وتتطور بناء على العلاقات الاقتصادية التي تعقدها مع جهات أخرى أقرب هذه الجهات بين الدولتين بين تركيا وبين المملكة هي العلاقات الاقتصادية بمختلف مستوياتها هناك مثلا عدى التجارة الاعتهادية الروتينية التي اعتدنا عليها بيع البضاع وتسويقها وما إلى ذلك هناك مجال جديد الصناعات العسكرية الآن بدأت الاتجاه نحو هذا المجال وهناك جملة عبارة وردت في قول وزير الدفاع التركي الإنتاج المشترك للأسلحة هذا مهم جدا إذا تم ذلك على نطاق أوسع هناك تعاون وإنتاج مشترك لبعض الأسلحة الخفيفة ولكن لو استطعنا أن نقيم إنتاج مشترك لأسلحة نوعية فهذا سيكون من صالح منطقتنا ومن صالح بلداننا نعم سيد كمال البيات المحلة السياسية من إسطنبول شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك